قناعتنا أن ملكنا أول نجوانة إعلام أن ملك المغرب هو سليل أسرة تحكمه منذ أربعة قرون وارثة الحكم عن مجموعة من الأسرة تحكمه منذ 12 قرنا هذا ليس أسرة جديدة يعني أنت تؤكد من ما يقوله الملك الراحل بأن نسله يصل إلى الصحابة ليش الصحابة؟ هذا بيت من بيوت الشرفاء من كبار بيوت الشرفاء في المغرب ما هذا الذي تقولون وهو أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين في المغرب العدل والإحسان تقول بأن هذا لا أمير المؤمنين لا هذا يهم العدل والإحسان أدعوهم وأسألهم أنت تقول أن محمد السادس الآن هو أمير المؤمنين في المغرب نعم أنا أقول أن محمد السادس هو أمير المؤمنين في المغرب يا سيلي هذا بمنطق ديني أم بمنطق سياسي؟ بمنطق ديني وسياسي ما هي مواصفات أمير المؤمنين في دولة الإسلامية؟ وما هي مواصفات أمير المؤمنين عندك أنت؟ الخلق، الدين، الورق، العلم قال لك أن هذا غير موجود عند ملكنا من الذي يقول لك هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض أنتم تذهبون للبحث في قلوب الناس ومراء المؤمنين عبر التاريخ مختلفون كان فيه عور الخطاب وكان فيه معاوية بن أبي السفيان وكان فيه المولى إسماعيل وكان فيه هذا أمير المؤمنين محمد السادس أعجبك الحال هذا حقك لم يعجبك هذا حقك لكن يجب أن تكون مقتنعا بأن المغاربة هم على هذا الأمر منذ قرون يسمون ملوكهم أمراء المؤمنين وهم كذلك باعتبارنا أن أم من المؤمنين وهذا أميرنا قد تسميه ملك المؤمنين يا أستاذ كلمة أمير المؤمنين لعلمك لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة هذا اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يقال له يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن مع الثالث ماذا يقول يا أخي يا خليفة 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 رسول الله هذا لا ينسب فلنختر صفة قال هذا أنتم مؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين فصفة ملكنا بصفته أميرا للمؤمنين هذه صفة لا نقاش حولها أول مسألة الثانية بالنسبة إلينا هذه موجودة في الدستور وتضمن الصفة الدينية للدولة المملكة المغربية دولة الإسلامية هذا موجود في الدستور فماذا تريد؟ تريد أن نخرب بيوتنا بأيدينا؟ هذه دولة إسلامية وملكها أمير المؤمنين وهذا هو الذي يعطي فرصة للمطالبة بتطبيق كل ما أمكن من الدين الإسلامي لأننا في دولة إسلامية ملكها أمير المؤمنين قد تكون ملكية إسلامية وقد تكون جمهورية إسلامية لماذا لا تكون جمهورية إسلامية؟ هذا شوف أنا سأقول لك الذي يقول هذا الكلام لا يعرف التاريخ ولا يعرف مصلحة البلد ولا يعرف المغرب أصلا أنا قلت لك هذا بلد يعيش ملكية مستقلة منذ 12 قرن وهو سباب استقراري هذه المراجعات التي قمنا بها نحن لا تعتقد أننا ننكر تاريخنا نحن كانت عندنا هذه الأفكار في البداية لكن مراجعاتنا التي لم يدخل فيها الجهاز ولم تدخل فيها يد ولم يدخل فيها مفكر أجنبي ولا أي شيء أن المغرب الذي يقوم على الإسلام والملكية إذا اضطربت فيه الملكية لا سمح الله سيدخل في مرحلة عدم استقرار لا يعلم إلا الله ولهذا فستجد البغاربة يقبلون من السياسين كل شيء إلا أن يعني يتكلموا في ملكهم أنا لا أريد العودة إلى سنوات حتى نتاني الراحل السابقة والسجون هو استقرار بقبضة الحديث وليس استقرار هذا الذي تقوله غير صحيح هذا الذي تقوله غير صحيح الحسن الثاني رحمه الله في زمانه كانت إشكالية لكن لم يكن الاستقرار بسبب قبضة الحديث فقط المغاربة والعلماء والأحزاب السياسية بما في ذلك اليساريون واشتراكون ترى عبد الرحيم بعبيد بقبضة الحديث كان لا يشكك في شرعية الملكية أو علال الفاسي بقبضة الحديث ترى مثل هؤلاء الرجال كانوا يخافون من قبضة الحديث هذا عقلاء القوم مقتنعون بأن بلدنا يقوم على أمرين أساسيين رئيسيين الدين الإسلامي والملكية